بعد دخول الجزائر في أزمة مالية واقتصادية جراء انهيار أسعار البترول أصبح البحث عن إرساء أنظمة جديدة تقتصد من الإنفاق دون المساس بالمكتسبة الاجتماعية هو رهان الحكومة الجديد ولعل إعادة النظر في سياسة الدعم وتوجيهها فقط للفئة الهشة واحد من تلك الرهانات فبعد سنوات من الدعم الشامل لكل فئة المجتمع يتضح اليوم أنها سياسة لا تموت بصلة للعدالة الاجتماعية هذا غير عدالة خطر واحد يخلص خمسين مليون سنتيم يتفات الدعم كما واحد يخلص ثلاثة مليون سنتيم الآن في قلب الحكومة كان أراشا ناتولي يخمم كشف المستقبل هذا الدعم يروح للفئة الدعفة إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي التي أكلت للجنة المختصة على مستوى الحكومة تواجهها إشكالية غياب نظام معلوماتي يسمح لها بتصنيف الفئات التي ستدعمها الحكومة مستقبلا تطبيق النظام الجديد لسياسة إعادة تحديد من ستتوجه إليهم استقبلا أموال الدعم لن يتم إلا بإرساء نظام معلوماتي محكم يحدد طبقات المجتمع من الغني والمتوسط إلى الفقير وما دونه وإلى حين ذلك ستبقى الحكومة متمسكة بدعم المواد الأكثر استهلاكا حفاظا على السلم الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر